السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة سنقوم بمراجعة بعض العملات التي طرحت لي كثيرا في التعليقات في آخر فيديو سنتحدث على عملة فيلاس عملة واكس وإنجين كوين هايف عملة سيبر فارب وعملة البيك كذلك أسئلة كثيرة بخصوص مشروع تيم سواب هل قاموا بطرح العملة الخاصة بهم لحدود هذه الساعة لم يتم طرح التوكن هذا المشروع مدعوم من عملة البوليغون هذا المشروع شرحناه ورجعنا مشروعه بشكل كامل مشروع قوي قادم إن شاء الله سيقوم بحل لنا مشكل حاصل الآن في الفارمين الخاصة بالدفاع الخاصة بالأتريوم هناك مشاكل عديدة تخص الاقتطاعات التي يشغل عليها هذا الفريق بقيادة البوليغون يعني البوليغون دائما يقومون بالاستحواذ وشراء المشاريع التي تظهر لهم أنها ستقول كلمتها في المستقبل قاموا بشراء مشروع الهرمز الميل بروتوكول الشرع ومنصات ويقومون الآن بدعم هذا المشروع مشروع قوي قادم بقوة هذا المشروع لحدود هذه الساعة لم يقوموا بطرح عملتهم هناك مشاريع كثيرة قوية قادمة لحدود هذه الساعة لم تطرح أي عملة ننتظر خروج هذه العملات نقفل الحديث بخصوص مشروع قوي تقييمي لهذا المشروع أعطي تقريبا 8.5 على 10 لهذا المشروع الآن سنتحدث على أول عملة عملة الفيلاس هذه العملة كنت قد تحدثت عليها مسبقا هناك إخوة جدد يلتحقون بنا لا مشكل نعاود مراجعة بعض العملات العملة موجودة على منصات مثل كيكوين جيت ايو بيتريكس ويونسواب المنصة اللامركزية غير موجودة على منصة باينانس ولكن سنتحدث على المعلومات الأولية سعر والحالي 25 سنت قيمة سوقية للعملة 574 مليون دولار فوليوم يومي لبأس به 38 مليون دولار ماء يروج من العملة 2.2 مليار تطل سبلاي 2.2 الماكس سبلاي غير محدد مشروع العملة هو مشروع بلوكتشين لديها نظام مختلف store of value ليس البروف أوف وورك أو البروف أوف ستيك لديهم 75 ألف تحويلة في الثانية فلا يمكن أن نحكم على 75 ألف تحويلة في الثانية ونقارنها مثلا نقل أقوى من سولانا أو أقوى من بولكا دوج أو أفالانش أو بوليغون بل ما تيمكن أن نقارنها مع مشاريع قوية عندما تكون لها سيولة كبيرة في الديفاي وتكون تحويلات كثيرة على الشبكة فمشروع العملة ليس مشروع عادي بل مشروع جيد مشروع الفيلاس لديهم شراكة مع شركة الفيراري شركة الفيراري لها شراكات مع عملات رقمية عديدة أبرزهم عملة فيلاس فهذا البلوكتين أتى لكي يكون متلائما مع الأتريوم هو ولو لديهم نظام مثلا store of value فبلوكتين خاصة به متلائما مع لغة الأتريوم الصوليبي تي فمشروع الفيلاس المشروع نعطي تقريبا 7 على 10 هذا المشروع هذا هو تقييمنا لهذا المشروع العملة غير موجودة على أو المنصات مثلا مثلا فأقصى شيء لهذا المشروع أعطي 7 على 10 وليست عملة سكام أو مشروع عادي مشروع لا بأس به أقصى شيء 7 على 10 بخصوص ثاني العملات عملة واكس الكثير أرى من يسأل دائما على هذا المشروع أرى لها شعبية كبيرة ولها عدد كبير من المستثمرين فالسعر والحالي 30 سنت القيمة السوقية للعملة 593 مليون دولار فوليوم يومي محترم 51 مليون دولار ما يروج من العملة هو 1.94 مليار وطل سبلاي 3.8 مليار موجودة على أكبر المنصات من بينهم بايننس لو نرى أقصى سعر وصلت إليه العملة الأول تايم هاي والأول تايم لو نرى على الكوين ماركت كاب لكي نرى الأسعار التي كانت قد وصلت إليها الأول تايم هاي منذ أربع سنوات هو خمسة دولار يعني المبلغ الذي كانت وصلت إليه أو المبلغ الذي بدأت به والأول تايم لو هو 1 سنت كانت انخفضت سنة 2019 منذ سنتات تقريباً للواحد سنت حالياً في أسعار 30 سنت العملة بعد ما وصلت للواحد سنت أخذت مصار تساعدي وتجاوزت أسعار 30 سنت خلال هذه السنة عملة واكس السبب الراجع لأن العملة لديها بلوكتين خاصة بها وتشتغل NFT تشتغل GAMING تشتغل play to earn فنرى الكثير الآن يتجي لهذه العملات يتجي للعملات التي تعطيك ألعاب تلعب وتربح هناك الكثير الآن يذهب وراء هذه العملات فهناك من سألني هل حرام أم حلال لا يمكن أن أحدد لكم إخوتي موضوع الحرام أو الحلال من الصعب أن أتحمل المسؤولية فلا يمكنني أن أحرم أو أحلي ليست لدي القدرة لكي أحرم وأحلل فقط بخصوص مشروع الواكس مشروع NFT مشروع قوي هذا المشروع جيد نرى عملات NFT القليمة لعملات التي لديها بلوكتين كل العملات تقريبا نرى أنها موجودة في شبكة الأتريون مجرد توكن واكس لا لديها بلوكتين خاصة بها مشروع واكس لكي لا نطيل في هذه الحلقة نطيل هذه العملة 7.5 على 10 إلى حدود 8 على 10 مشروع واكس ننتقل لتاني العملات عملة O-Engine Coin O-Engine Coin من العملات الأولى التي بدأت في العملات الرقمية بدأت هذا الموضوع موضوع NFT موضوع الألعاب ومن العملات الأولى التي قامت بعمل شراكة مع جوجل يعني شراكة مع جوجل ليست شراكة عادية شراكة قوية فريق العملة فريق قوي لديهم تجارب عديدة مشروع O-Engine مشروع قوي أعطي لهذه العملة 8.5 إلى حدود 9 لمشروع O-Engine Coin مشروع مختص ألعاب سيقول كلمته مستقبلا هذا المشروع نرى المعلومات الأول يسير والحالي 1.55 القيمة السوقية 1.3 مليار دولار يومي محترم مئة وخمسة وتماني مليون دولار ماء يروج من العملة 8.74 مليون يعني تشكل لنا سبعة وتمانين بالمئة الماكس سبلاي محدد في واحد مليار موجود على أكبر المناصات من بينهم بايننس والكوين بيس برو اكتشنج بخصوص أقصى السعر وصلت إليه العملة هو السعر الأربعة فاصلة خمسة وتمانين منذ أربع شهور أقل السعر بدأت به العملة سنة الفين وسبعة عشر هو واحد سنت حاليا في أسعار الواحد فاصلة خمسة وخمسين مشروع الوينجين كوين مشروع جيد مشروع خوي كذلك هناك من سأل على مشروع الهايف هذا المشروع هو فورك لعملة ستيم كلنا يتذكر المشكلة التي كان حصل لعملة ستيم عندما استحوذت عليها نقول شركة ترون ترون دائما يقومون بشراء المشاريع منصات عملات كانوا قد شارعوا مشروع ستيم ولكن مجتمع ستيم لم يوافقوا بشكل كامل على أن تستحوذ عملة ترون على مشروع ستيم فقاموا بعمل وقرروا أن يقوموا بعمل فورك الفريق الذي مثلا يريد أن يبيع حصته يبقوا في مشروع ستيم والفريق الآخر قاموا بإنشاء مشروع خاص بهم اسمه الهايف هذا هو فورك عملة ستيم الهايف هو مشروع يشغل الويب تري لديهم بلوكتين خاصة بهم يريدون أن يعطوا حلول لهذا المجال لأننا نعرف الكثير من المشاكل الحاصلة حاليا اتريوم حاليا كله مشناكل كثير من المشاكل نراها في أرضية الاتريوم والكل يحب الاتريوم أرضية الاتريوم أرضية خاصة الاتريوم كما أقول ودائما أكبر شركة عالمية اتريوم مثل الأرض واسعة كبيرة يمكنك أن تفعل فيها ما تريد تبني عليها تزرع أي شيء وضعته فيها يكون جيدا ولكن في الجانب الآخر هناك بعض المشاكل التي تشغل عليها الكثير من المشاريع لكي يحلوا هذه المشاكل مشروع الهايف مشروع ويب تري مشروع جيد نعطيه تقريبا سبعة على عشرة هذا المشروع أقصى شيء سبعة ونصف على عشرة مشروع الهايف ننتقل لعملة السيبر فارب السيبر فارب هذا مشروع هذه العملة كانت طرحت للبيع على منصة هذا مشروع اختصاص ويريدون أن يشغلوا الآن كل الآن أصبح يتجه يريدون إنشاء ألعاب لكي تلعب وتربح وضروري أن تستثمر لكي تربح وهناك من يخسر هناك من يربح فالعملة باختصار نعطيها تقريبا ستة ونصف إلى حدود أقصى شيء سبعة لعشرة هذه العملات كلها التي نتحدث عليها أقصى شيء لهذه العملة سبعة لعشرة سيبر فارب بخصوص هذه منصة لا مركزية لبايننس سمارتشين بخصوص المنصات تقريبا هذه المنصة مثل منصة البانكيك سواب يقدمون خدمات المعروفة إذا أردت عمل سواب إذا أردت شراء العملات التي تطرح جديدة فارمين منتجات الديفايل أن أفتي يقدمون حتى هناك بعض الألعاب التي يمكن أن تلعبها هذا هو مشروع الباك من التاني أكبر منصة لبايننس سمارتشين هي هذه المنصة منصة الباك المعلومات الأولية سعرها الحالي تلاتة وتسعي سينت قيمة سوقية للعملة مئة وواحد وتماني مليون دولار يومي مئة وإثنان واربعين مليون دولار ما يرد من العملة مئة وثلاتة وتسعين مليون توتات سبلاي مئتان وتسعة وتمانين مليون لو نرى أين توجد هذه العملة موجودة لأكبر المنصات من بينهم منصة بايننس نرى أقصى سعر وصلت إليه وأقل مبلغ انخفضت إليه عملة البيك سنة 2020 منذ تقريبا سنتان كان سعرها سفر سفران سبع ووصلت منذ سنة 2021 إلى الثمانية ونصف دولار لاحظ معي هذه الأرباح التي حققتها عملة البيك من أسعار رخيصة تعجبني هذه العملات وهذه العملات التي مثلا تكون انطلقت من أسعار رخيصة جدا ووصلت لأسعار كبيرة يجب عليك أن تضع اهتمامك عليها مستقبلا وعندما تنخفض وتنخفض بشكل كبير تشتريها وتخزينها على المدى سفر سفران سبعة وصلت لأقصى شيء تمالية ونصف دولار تقريبا فرق سنة أرباح خيالية في هذه العملة مشروع هذه العملة أعطيها سبعة ونصف العشرة لمشروع البيك هنا سننهي حلقتنا لليوم حاولنا أن نراجع بعض العملات التي طرحت لي وأعطينا تقييمها هناك من قال لي اعطينا العملات فقط التي تقييمها تسعة العشرة أو عشرة العشرة سنحاول أن نعمل فيديو نختار لكم عشر عملات قوية عملات سنة 2022 سنتحدث عليها إن شاء الله لا تبخلوا علينا بلايكاتكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا